أنا وجهة نظري أنه مش بس المواقف ومش بس العشرة لأنه فيه استمات شخصية فيه شخص جدع يعني فيه شخص لو حد وقع في مشكلة هيساعده سواء سحاب أو مش سحاب وفيه شخص مش جدع بالمناسبة فيه عشرة أو مفيش عشرة فأعتقد أنا وجهة نظري أنه بجانب العشرة وبجانب المواقف أعتقد فكرة تعرض المصالح وتضارب المصالح أكتر من المواقف الجدعانة المواقف الجدعانة أنا ممكن تكون صديقة ليا وقع في مأزق ومش هيدريني إن أنا سعيدة. فهي سعيدة؟ حلوة السؤال ده. فكرة تضارب المصالح. وعندنا مثال شهير جدا. نريد حتى المشاهدين يدخلوا وقروا شوية عن القصة دي. إحنا بنقسم البنقدمين لتلات أنواع. في ناس عندهم مبادئ لا يمكن يتخلوا عنها مهما حدث. ودي نسبة قليلة للأسف. في نسبة في النص عندهم مبادئ لكن لو تحطوا تحت ضغوط هيتخلوا عن المبادئ. صحيح. ودي للأسف برضو نسبة كبيرة شوية النسبة التالتة ما عندهم مبادئ أساسا. فهو الشخصية الميكافلية الغاية تبرر الوسيلة أحيانا ممكن تتعاملي مع صديق من المجموعة اللي في النص هو عنده مبادئ بس مع تضارب المصالح بيتخل عن المبادئ. فأنا بعزك جدا. أو بيبرر. أو بيبرر أو بيبرر. عندنا قصة شهيرة الرئيس الثاني والثالث لأمريكا الرئيس الثاني اسمه جون آدمز والرئيس الثالث اسمه توماس جيفرسون وفي الصداقة يا جوانيا لازم الناس تراعي حاجة صغيرة. فكرة النفسانة فأنت ممكن مثلا تلاقي عندك بنتين فيه فرق جدا في مستوى الجمال. في مستوى الاجتماعي. في المستوى المادي فهنا فيه عناصر للنفسانة فممكن واحدة منهم بتبين للتانية أن أنا بحبك جدا لكن هي بتكرهها لا شعوريا لإحساسها أن اللي عندك مش موجود عندي. ده بالزبط اللي كان موجود في المثال ده. توماس جيفرسون اللي هو الرئيس الثالث طول بعرض. شعره ناعم جدا ابن ناس قوي جون آدمز اللي هو الرئيس الثاني وصير وتخين وأصلع ومستوى اجتماعي قليل فاحنا هنا عندنا عناصر النفسانة وللأمانة أول ما اتعرفوا على بعض رغم أن كل واحد منهم كان بينتمي لحزب ضد الحزب الثاني. كانوا أصحاب جدا جدا جدا. ده حقيقة. لدرجة المرات الرئيس الثالث اللي هو توماس جيفرسون ماتت وهي صغيرة فجون آدمز مراتو قالوله تعالى عيش معنا كأنك واحد مننا. أول بقى ما ابتدت تتعارض المصالح اللي اتنين اترشحوا لرئاسة أمريكا. إيه اللي حصل؟ هؤلاء الأصدقاء اتحولوا إلى أعداء. انت مش متخيلة درجة العدوة. لدرجة ممكن الناس تدخل تتفرج على مشهده ومشهد تمثيلي. مشهد موت توماس جيفرس. سوري. جون آدمز اللي هو الرئيس الثاني. بالمناسبة هم ماتوا في نفس اليوم بينهم خمس ساعات. مين اللي مات في الأول التالت اللي هو توماس جيفرس اللي هو الولد ابن ناس الأمور ده. اللي بعده اللي مات آآ آآ جون آدمز. مش هتموت جون آدمز هو بيموت وجنب ولاده وأحفاده والخادم بتاعه بيهويله بالمروحة. هو كان فاكر انه هو اللي هيموت في الأول. فبيقول لابنه توماس جيفرسون سيرفايفز. يعني بيقول له ابن المحزوزة توماس جيفرسون عايش وانا هموت. شوفي تخيالي واحد بيموت. وكل بيمفكر فيه ان عدوي مازال عايش. شايفة هيك. فهنا كانوا أصدقاء جدا بس تعارض المصالح أدى في الآخر إليه ان احنا نكره بعض.